السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عاملين يا رب تكون قئسين وبخير يا سعد الله اوقاتكم حباق قلبي بكل خير. ان شاء الله قراءة جديدة وحصرية على قناة سرار العالم الروحاني لموليد بورت الصور صلي على النبي عليها فضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. فهنا اخواتنا وحبابنا في الله فعلوا زر الدرس ليصلكم كل جديد وإلى عمل فيديو باللايك وكما تعودنا تنزل فيها التعليقات. تصلي على الحبيب المصطفى عليه وقتل الصلاة والسلام. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. بورت الصور صلي على الحبيب المصطفى. شايف عندك ان انت بتستحلى بالصبر. وبتقول ربنا هيكرمني من حيث لا تحتسب. والناس اللي بتراكبك في صمت. الناس اللي بتراكبك في صمت. شايفك ان انت هتحط النقاط على الحروف مع هزا الناس. وباشرق ان الفترة دي فترة مميزة وجميلة. ان انت تطلع اه في اي وتغير في اي حادة في حياتك. وشايف كمان هنا في المناسبة. اه المناسبة دي هتخليك فرحان. اه هتبدأ تديك طاقة ايجابية. هتبدأ تديك طاقة ايجابية. انت اصلا محتاج اي حادة تديك طاقة ايجابية. وتخرط الطاقة السلبية اللي عندك. بسم الله. شايف هنا اه في انتصار. عندك انتصار. شايف الانتصار دي هيخليك يطلع من طاقة الخانقة اه طاقة الكسل. شايف ان انت هتبدأ شخص مختلف. اه وشخص عندك خروض. شايف انت هتبدأ عندك اه خروض من كركبة. خروض من فوضى. اه خروض من محنة. بازن الله تعالى. شايف في طاقة ايجابية. اه عندك تعب ماشي في دسمك. اه العين اللي بصالك. العين اللي حسداك المخليات دايما تعبان مضغوط. لكن بازن الله تعالى انتم اه دايما هنا شاء انه هم بيغيروا منك. هم حسين ان انتم اه اشخاص يعني عندكم اه كل حادة. او حسين ان انتم عندكم كل حادة مكتملة. ما يعرفوش ان انتم بتعافروا. بتجاهدوا. اه وبتدعوا لنفسيكم اكتر علشان تكونوا قد المسئولية. او محدش عارف ان انتم بتتعبوا. مضغوطين. عندكم تعب. عندكم خنقة. محدش حاسس بحد. كل الناس شافكم ان انتم مبسطين ومشاء الله عليكم. والدنيا فتحة معكم. شايف برضو هنا انتم شوية تفحى شوية حالات حصلة معكم. اه في ست. الست دي قريبة لكم. الست دي قريبة. يعني شاف الست دي من اهل الشريك او من اهلك. الست دي عملالكم سحر. الست دي مش عايزاكم تكونوا نتحين. ولا تكونوا مع بعض. ولا تكملوا مع بعض. ولا تكونوا نتحين. لكن ربنا له ينصركم عليهم. ربنا له ينصركم. وهيتفك السحر بمشية الله تعالي. وهتطلع من الضغوط. هتطلع من الضيق. هتطلع الى النور. هتطلع من الظلام الى النور بمشية الله تعالي. شاف ان انتم حطين هدف جدامكم. حطين هدف. ونويين تعملوه. في سر. علشان عملت كذا هدف وفشل. ما اكتمل شي. فانتم شايفكم اه عايزين تعنوه في السر. هزا الهدف. ان شاء الله هيندح بمشية الله. الفترة دي ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله عليكم. في حدا حلوة من نصيبكم. حدا حلوة من نصيبكم. هترد فيكم الروح. ان شاء الله هترد فيكم الروح بمشية الله تعالي. هتكونوا مبسطين. هتكونوا سعداء. شايف منكم اللي عايز يشتري مسكن. يشتري سيارة. يشتري ذهب. يا هادي حد هدية. شايف برضو ان انت دواق كركبين. دواق كركبين. وهتلاقي الاجابة اللي انت محتاجة. على السؤال. هتلاقي الاجابة. هتلاقي الاجابة بمشية الله. انا شافك ان انت مش هتدي اي حد اهتمام تاني. شايف انت بتصحوا من النوم اه زعلاني. اه اه تعب. بتصحوا اه مخلوقين. اه تعب في الدسد. دسمك اه تعبان. مكسر. اه اه دايخ. مش طايف. تتكلم مع احد. هذا من السحر. احبابنا. في الله. شايف هنا بيزن الله تعالي. كما كنا احبابنا في الله. البرد اللي هلقى عليها تفاعل. ان شاء الله هنعمل له كراءة اه كسيرة بازن الله تعالى وهزا الكراءة عامة لعجال ونساء وقراءة مفتوحة بمشيئة الله تعالى. فاخد الكراءة او خذ الكراءة اللي تطابق عليك احبابي في الله. وادعم الفيديو باللايك فضلا وليس عمرا اخواتنا في الله. عندك هنا عصبية. عندك شوية عصبية. عندك شوية عراقيل ما بينك ما بين الشريك. لكن الفترة الدعية بعد التخلص من السحر. ان شاء الله هيكون في فرحة لكم. شاف مولود بشرة بازن الله تعالى. بازن الله. شاف انا الفترة دية شاف هيكون فينا ده حلو. شاف في مشروع. هيندح. المشروع هيندح. وهتمسكوا فيه فلوس حلوة. وهتكبروا المشروع. هتكبروه. شاف ان انتم هنا مستعدين لاي حالة. الفترة دية. مستعدين لاي حالة. انا شاف ان انت هنا اللي اللي ما كنتش متوقعينه هيحصل. ايه هو? المشروع هيكتمل او شراء الشيء هيكتمل ليك هتكون فيه فرحة. بس شاف معك شريك. حد هيدعمك. في دعم من حد بازن الله تعالى. وهزا هيدعمك بقدرة الله. صلي على الحبيب المصطفى. شاف هنا? الزعل اللي دواكم. رغم ان دواكم الزعل وتحاولوا. الزعل دواكم هيطلع. هتخلص من الطاقة السلبية اللي انت فيها. اه شاف ان انت روحانياتك عالية. انت في النص وحواليك روحانيات عالية. نورانياتك وروحانياتك عالية. اه هي ماشي بتديك احساس او بتديك تخاطر او في احلام معك صادقة. اه بتكون صادقة. اه بتديك احساس بالشخص اللي امامك او الشخص اللي بيكلمك ان كان كذاب او ان كان صادق. احلامك كلها مصطقية. اه روحانياتك كويسة. بس انت اه حاسس ان انت في دغمة من السحب. من السحب. لان انت عندك ضغوط. لكن قلنا حوالي قوة. اه ودو قلبك قوة اه روحانية. انا شاف عندك هيكون استقرار وهتمشي فيه الطريق الصحيح واكتمل كما انت هتوصل للنور بازن الله تعالى. هتوصل للنور. اولا عمل هيزهر وهتعرف او في منكم عرف العمل وبيحاول يخلص منه. شاف هنا اه انتم الفترة دية ماشي تعبنين او متضايقين. سوى شاف منكم هنا اللي حصل انفصال ما بينه وبين الشريك. خزله او غدر به. اه لكن ان شاء الله ربنا هيسعد قلبك. بسم الله الكاشف. الله ما صلح. انا شاف برضو ان انتم تحسين هنا لوحديكم. ودايما بتعافروا. لوحديكم ودايما بتعافروا. ان شاء الله اه هتنهو السراع اللي ما بين القلب هتنهو هذا السراع. شاف ان هنا تحادم اه بتداروا فيها. وبتكتموا فيها. بتحاولوا تكتموا فيها. مش عارف الناس دي بتتدخلكم ازاي? بتعرف تدبكم ازاي? بتتدخل في خصصياتكم ازاي? بسم الله الكاشف. حاولوا تكتموا على اسراركم. اه اه بلاش اللي على قلبك يكون اللي على قلبك يكون على لسانك. بلاش? حاول تكتم على اسرارة. على شايف هنا اه في ناس اه بتحب بتعبكم. اه بتفرح اه بتفرح اه هي بتحب تشمت فيكم. بس انتم خلاص. الحظ هيلعب معاكم. هتقف على الارض صلبة. الحظ هيقف معاكم. وهتفتح معاكم الدنيا بفضل الله تعالي. فبلاش الكلام. اكتم على اشياءك. اكتم على اشياءك. شايف هنا في مشاكل ما بينك وما بين حد من الاهل. او من الاخوات او قريب عليك. شايف في كلام ومشاكل. شايف ان انتم هنا قرار هتغضوه. القرار ده هيكون حاسم. شايف هنا برضو في رجوع. حد عزيز على قلبك. في رجوع. هيكون في رجوع ما بينكم. برضو هنا شايف في حد محتادك. اه الشخص دي كان مزدور. او مريض. محتادك تقف معاه. اه مع انك عامل جهدك كله وبتساعد على كده ما تقدر اه بسم السبوشي. هو محتاد يطلع من اللي هو فيه. اه ان كان مزدور او ان كان مريض. اسأل الله ربي يشفيه او يخرض من الضيقة او من الاسر اللي هو فيه. خلي بالكم من الاشخاص اللي قصدين يحرقوا دمكم. اه الاشخاص دي اه حبين يغضوا منطقتكم. حبين يأزيكم. حبين يغضوا من الطاقة بتاعتكم. هذا الاشخاص. هم مش كويسين. هم حكودين. اه يعني هذا اه الاشخاص دي دايماً عايزين يأزوا الشخص النادح. عايزين يأزوه بقادر المستطاة. اللهم صدق على سيدنا محمد. شايفنا اه للمنفصلين. في اه رجوع منكم. والاخر شايفنا في زواد مرة ثانية. مرة ثانية. في علاقة حب. بس هنا شايف في حد معطرد. اه في حد معطرد سوى اخ او قريب. معطرد بهزا الزواد او هكزة. معطرد. ان شاء الله طريقة هتكتمل في الخير بازن الله تعال. في نقطة السفر. اه في حد عايز يسافر او نفسه يسافر او في طريق سفر يا شاف طريق سفر قدامك. في طريق سفر ان شاء الله فيها الخير بازن الله تعال. عندكم تحقيق هدف. اه تحقيق هدف طال انتظاره. رح يتحقق. انا شايف هنا ورضو في حد واقع عليكم. مشكلة واقع عليكم. انتم مش متوقعين ان الشخص دي يدعى عليكم او يخط عليكم مشاكل او يزيكم. هتنحل بمشاية الله تعالى. هتنحل. انا شايف اننا تدخل عليك خير. اه عندك انا زيادة راتب كما نقول او وظيفة جديدة انت مقدم على وظيفة. لانا شايف فيه راتب اه زيادة فممكن نقول وظيفة او زيادة راتب بازن الله تعالى. شايف كنا زعلان على حد مريض اه من اهلك سوى والدة او والدة او والدك او والدك او اخ عليك حد قريب على قلبك مريض. ان شاء الله رح يشفى بيزن الله تعالى. شايف هنا برضو اللهم اصلا على سيدنا محمد. بلاش النفوع. اه بلاش الخنقة. بلاش الضيق. بلاش الهم. انا شايف ماشي في هم في ضيق بلاش اخرض من الطاقة السلبية. انا والكرار ده انا شايف ان انتا تخرضوا ناس من حياتكم. اللي بتزيكم. الناس اللي بتحط عليكم. وليست تاخذ منكم. شايف عندكم هنا خمسة. رقم خمسة. رقم خمسة ده اه مميز. دايب لكم طاقة ايجابية. دايب لكم طاقة اه فيها فرحة. طاقة السعادة بازن الله تعالى. شايف عندكم هنا اكتر من خبر. مستنيين يعني اكتر من خبر تسمعوه. عندكم اكتر من طاقة انها تكتمل. او يكون فيها امور حلو لكم. بس انا شايف هنا بتديلكم حادة وتختفي. اه بيديلكم احساس وبيختفي. اه بتدخله في طريق حادة بتكون بيساعدكم وتسيبكم وتختفي. بلاش الكلام الكتير. عشان انتم عندكم لغبة مش عارفين ايه اللغبة. لانه عندكم هنا روحانياتكم عالية عالية بالنسبة شديدة. عندكم التخاطر ده شديد قوي. سواء كانت احلام بس بتنسوها. في منكم بينسى الاحلام. بيحلم احلام وبينساها. مش بتكتمل او وبينساها. في منكم برضو اللي بيفتكرها. في منكم اللي عنده هنا مس وعنده سحر. وعنده سحر. اكتر حدا عندك الحسد. الحسد شديد عليك شد. شديد شديد يعني بالنسبة شديد لقوي الحسد. وعندك السحر. بس عندك هنا معك روحانيات. يعني حادات كويسة. حادات صالحة. بس يعدك كثير على كد ما تقدر. لكن مش جادر على السحر. اه مقفول عليها. مش جادر على تخلص تخلص لك السحر فانت ساعد نفسك. ساعد نفسك. خليك تخلص من السحر والحسد اللي عندك. خليك تتواصل مع روحانياتك. لان روحانياتك كويسة. ماشي حاليا يعني هي تفتحت معك الابواب كبير مرة. اه ماشيت معك طريق مكتمل لكن انقطعت. وقفت معك الدنيا. وقف حالك. اه وقف حصل معك تعطيل. حصل معك مفور. اه محتار. اه حصل معك برضو تعب شديد من السحر احبابي في الله. بس الطريق هتمشي معك مرة تانية. وهتمشي لهدفك. وهتوصل للطريق اللي كنت كنت عايزه. وهتعلى. هتعلى هتعلى. شايفك ان انت مش عايز يتعاتب حد. بسبب ان انت شفته من الناس دي مش عايز يتعاتبهم. مش عايز يتكلم معهم. عايز تبعد. اه كررت ان انت تبعد عن الناس دي تعتزل في حالك. تقول لنا من شعب الاشخاص دي انا خدتشغل منهم التعب الظلم المشاكل الخانجة خدتشغل منهم المصاريف اللي صرفتها او التعب كتير او صرفت عليهم فلوس كتير فانت حبيت تعتزل عن الناس دي وتاخد دزق بعيد عنهم. لان كنت سمعت كلام كتير. يعني شايفك انا اه بس انت واجع حين في مشكلة. في مشكلة اه في المحاكم او اه حالة بس هيها تتحل. خلاص يعني ان انت عندك اه انت عندك اه سقة في الله كبيرة جدا. لكن هتخلص منها بازن الله تعالى مشكلة لعندك. الماديات فيه انفراجات كبيرة ديالك. شايف برضو فيه فلوس اه ديالك حوالات او فلوس او انت عط حد فلوس سلف او مسلف حد وردع لك. وردع لك بازن الله تعالى خلاص. اه استغل ايامك كلها الفترة اللي داية في صالحك. امشي في الطريق اللي انت مكتمل فيه. هتوصل. هو ماشي يحصل معك شوية تعب لكن هتوصل بكدرة الله تعالى. كل ما تكتمل تحصل لك عرقيل تحصل لك حدف لكن هتوصل. في هنا شايفك هنا في طرف تالت. اه حطك في دماغه. حطك في دماغه الطرف التالت. انت ما عطهش اهتمام او اه بعيد عنه. لكن هو حطك في دماغه وعايز يوصلك باي طريقة. عايز يوصلك باي طريقة. الست اللي عمله لكم السحر. الست اللي عمله لكم السحر دي. هي جمحوية يعني صمرة بما يقوله. وطويلة. مش قصيرة. طويلة السدية. وجمحوية. وقريبة لك. قريبة يعني جدا. مش بعيدة. اه مش غريبة. قريبة لك. ماشي? فخلي بالكم منها. السدي. يعني اول حرف منها اللي سألوني كتير على اول حرف حرف السين. حرف السين. شاه حرف السين. وحرف اله. منها من حروفها سوى ان كانت حرف السين او حرف اله. او حرف الميم او حرف العين. او حرف من حروفها. صلى على الحبيبة المصطفى عليه الفضاء السلام. شايف عندك هنا اكتر من الحادة. بتهديك طاقة ايجابية. عندك اكتر من حادة بتهديك طاقة قول يعني تشتغل على نفسك. اشتغل في زي ما انت في الطريق اللي انت فيه. هتوصل باذن الله تعالي. عندك تغيير في سكن. تغيير في سكن. آآ هتنزل من مكان لمكان باذن الله تعالي. بسم الله الكشف. اللهم صلى الله سيدنا محمد بسم الله بسم الله في حدا هنا انت مقصر فيه او فيه تقصير ما بينك وبين نفسك ما بينك وبين حد عندك طاقة تقصير مقصر في حدا مقصر فيه شايفك انها بتكتمل في حياتك بشكل كبير شايف عندك كده رسالة رسالة انت هتجرها رسالة دي ذيالك فيها خير بيزد الله تعالى فيه استلام من اوراق اه اوراق رح تستلمها فيها خير ليك برضو في حد غايب عنك بجاله مدة كبيرة وانت عمل تدعيله ان يردع بالسلامة ان شاء الله يردع بمشيئة الله تعالى في حد هنا مسدون قريب ليك او مريض اه شايف عليه محتد مساعدتك او محتد دعمك او محتد الدعاء مسدون او اه في السدن او اه بيخلص اه او عيان او بيعمل العملية رب نهش فيه بازن الله تعالى او هيخرج من الاسر اللي فيه او من السدن اللي هو فيه هيخرج بقدرة الله تعالى ان شاء الله شايف عندك مفادئة هتحصل هتغير حساباتك بشكل كبير مفاجئة هتحصل لك بازن الله تعالى في حد انت هتعملها هنا هتعلي من شأنك او شغل او علاقة اه شغل جديدة في حد هتعلي من شأنك في حدات هتنشال وهتأخذ حدات احسن شايف عندك برضو انت مشروع شغل بالك اه او هتدخل في مشروع او داخل في مشروع شغل بالك اكتمل كمان انت بس اكتم اسرارك اكتم اسرارك لان في حواليك عيون كتيرة فيه ناس كتير مش بتحبك زي ما انت بتحب ناس فيه ناس برضو بتحبك وفيه ناس مش بتحبك بتتنالك الشر شايف عندك هنا اوراق تاها منك او اوراق انت بتدور عليها او بتخلص اوراق او محتاج تخلص اوراق ان شاء الله هتكتمل معك بازن الله تعالى ان شاء الله شايف هنا هتربح يعني اه مشاريع هتربح اه قضايا هتربحها شايف عندك مكسب كبير جدا عندك مكسب كبير جدا بازن الله تعالى بس انت محتد الصبر محتد السقة بنفسك تزيد خلي عندك الصبر شايف عندك الى حد هيتصل بك هيطلب منك حادة هيطلب منك فلوس هيطلب منك حادة معينة شايف هنا في شخص اه هنا الشخص ده يعني كريب عن كريب ليك كريب ليك بس في امور كويسة طول ما بينك وما بينك هيكون في حد جديد في حياتك شايف هنا انت دجيت على باب او حاولة تفتح باب والباب دي مغلق جدا لكن انفتح الان وهيتفتح الباب واللي في السيدن هيقرق اللي في السيدن او المريض هيشفي وهيتفتح الباب في الباب اللي انت دجيت عليك مكفول هيتفتح لك بازن الله تعالى صل على الحبيب المصطفى شايف هنا انت حادة ام خلي اياك كاره اي حادة تخص الحب تخص الحب شايف هنا انت حادة بتتكرر معاك اه اشارة حلم عايزة تفسره في حادة انت عايز توصل لها في حادة تعباك ام حيراك محتار فيها عايز توصل لها لانك لو وصلت للحادة دي هتعلم من شأنك هتوصل لأهداف كتيرة هتوصل لحدات كتيرة يتعلم من شأنك انت خاطط عجلك كل تفكيرك فيها علشان توصل للحادة دي والحادة دي ان حليتها هي عبدة او هي حادة مربوطة او حادة مكفولة ان فتحتها وحليت لغزة هتوصل للهدف الصح هتوصل يعني شأنك هيعلى 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 وهتخلص من العرقيل كلها اللي في حياتك هتخلص من السحرة تخلص من المسخلص من التاع هتخلص من اي حادة وقفة في حياتك حتى الديون هتبه مرتاحة معك بإذن الله تعالي هتعلم ان شأنك شافي حدا برضو هنا هتفرحك الفترة دي ادعم فيديو باللايك فضلا وليس امرا احبابي في الله لانك يسير والله بينس يدعم الفيديو باللايك فضلا وليس امرا ادعم الفيديو باللايك شاف هنا في اختلاف ما بينك وبين صديق او اختلاف ما بينك وبحت قريب لك الخلاف ده كان من فترة فاضي. من فترة يعني من الماضي. من فترة فاتت. هيبدأ صفحة جديدة او هيكون في الصلح ما بينكم او انت اعتزلت عنهم. اه في خير بازد الله تعالى. الاهل امركزين معاكم جدا. الاهل يعني امركزين معاكم في كل حد. حتى في المال. اكتر حدا مركزين معاك في المال. حتى بيدي لك فصلان. بيدي لك ضيق. بيدي لك خنقة. شاف عندك هنا محادسة اه ما بينك وما بين حد مسحة او اتجنبها. بلاش كل شوها تبسك التلفون وتبص على المحادسات او منتظر منه محادس او منتظر منه يبعث لك حدا لأ ابعد عنه او اترك الطريق دي. شاف هنا حد يدعي لك. اه وعرف ان انت بيدعي لك. يدعي لك. هو عايز مصلحتك. ودائما بيدعي لك. بس التاني اه ما بجيتش شاف مين بيحبك. ما بجيتش شاف مين عايز مصلحتك. بسبب اللي حصل معاك المشاكل او اللي حصلت معاك او انت اللي مريت بي. لان انت مريت بحادات كتيرة جدا. تعبتك نفسية. اه كسرت قلبك. يعني حادات كتيرة خزلتك. ما كنتش متوقع ان يحصل كدب. شاف الفترة دي. انت مش واغد راحتك في حادات كتيرة جدا. مش واغد راحتك في حادات كتيرة جدا. عندك يعني حالتك النفسية هتبدأ تتحسن معاك. هتبدأ تتحسن. هتطلع من حالة الاكتئاب بفضل ربنا بازن الله تعالي. هتطلع من الخزلان. هتعرف ان في حد هنا يدعمك. شاف طريق سفر قدامك. معروض عليك سفر. او انت حابب تسافر. بس عندك يعني مشكلة او حادات خلصها وهتسافر. في حادة عندك هتخلصها وهتسافر بازن الله تعالي. فتح معاك طريق السفر فيها رزق ليك. فيها خير فيها فسحة. فيها فرحة ليك. طريق السفر معاك مرتاح تمام تمام بس هي مشكلة في الاول بتخلصها. هتخلص باذن الله بسهولة وهتسافر وهتوصل لهدفك باذن الله تعالي. بلك مشغول اه اربعة وعشرين ساعة. مش عارف تاخد قرار مش مرتاح. تعبان اه مضغوط اه محتار مخنوق قلبك مكسور. عندك الضيق الفترة اللي داية فيها خير ليك. في فرحة في ارض بيتك. هنا ممكن نقول الخطوبة. او حدها يرتبط قريب ليك او زواد او الرجوع للمنفصلين. او زواد مرة ثانية لان الفرحة مكتملة في ارض بيتك. انت فرحان وسعيد واهلك كلهم فرحانين ومبسطين معاك. شايف هنا? انت ما بتحبش تتكلم كتير. بتحب الشخص الهادئ الكتوم. بتحب. بلاش يعني الفرحة لما تدي لك تعرضها على الكل. بلاش لما تدي لك حادة تتكلم عليه. اكتب. اكتب شوية. بلاش الكلام الكتير. بلاش الكلام الكتير. شايف هنا دايما بقول لكم هنا دايما ان انتم تعبنين. اه في حياتكم بشكل كبير جدا. في اختلاف يعني فاكتر من حدا معاكم. يعني شايفكم برضو انتم منتظريا كزا حدا تحصل. اه منتظريا طاقت خير ليكم. او يعني طاقت فرحة. بس ان شايف هنا في كلام انتم سمعتوه. والكلام دي مازال مواشوش عليكم. عندكم شق. يعني محترين. بتحاولوا يعني شايف ان انتم بتفكر كتير في الكلام دي. يعني في حدا انتم ازياكم. والله اعلم سمه اعلم. يعني انتم ان يدكم كان الصافي. ان يدكم كانت كويس. بس هنا شايف عندك هنا حدوث اشياء جديدة ليك. فيها فرحة ليك. فيها سعادة ليك بازن الله تعالي. وهتوفي بالندر اللي عليك لان عليك ندر. عليك ندر. هتوفيه بازن الله تعالي. وهتحسبها بالوركة وكلام. وشاء انك هيطلع وهتعلي بقدرة الله تعالي. وصلي على الحبيب المصطفى. عليها افضل الصلاة والسلام. اللهم مشلني بما انتظر منك. وانت خير المبشرين كله. اتمنى من اخواتنا في الله وحبيبنا في الله. يدعموا الفيديو باللايك. وان كنت لم تشترك في القناة. هل اشترك في القناة وفعل زر الدرس ليصلك كل جديد من سرار العالم الروحاني. وان كنت بتعاني من السحر او من النس او من تعطيل او من تابعة او من اي شيء. داخل القناة. بنزل كل شيء بازن الله تعالى. والرقم امامكم الحبيب يتواصل معنا يتواصل. وكما تعودنا مفتاح كل شيء. الصلاة على الحبيب المصطفى. انزل في التعليق الصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صلي صلاة الجلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد. وغشيه اللهم بنورك كما غشات سحابة التجليات فنظر الى وجهك الكريم. وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي يعزه من كل سوء. اللهم فرد قربناك موعد. امن يجيب المضطفى.